الناطق السابق باسم الحجد الشعبي كريم النوري في تصريح للرشيد إن استهداف الحجد من قبل الولايات المتحدة مستمر منذ 2016 وأن صمت الحكومة العراقية تجاه هذه الاستهدافات يزيد القضية غموضة مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة ما زال مسلسل استهداف العتاد مستمرا أكثر من 17 مرة منذ 2016 حتى يومنا هذا هذه القضية لم تكن عفوية أو تخزين غير آمن ويبدو أن هناك فعل فاعل لكن أي جهة هذا يبقى على تقدير الحكومة ولجان التحقيق لذلك نقول بصراحة اليوم العراق لديه اتفاقية الأطارس الستراتيجي مع الأمريكان وكما يفترض أن أمريكا معنية بحماية العراق برا وجوا صمت الحكومة العراقية يزيد من الغموض ويعقد الموقف ولذلك اليوم إذا يراد زج العراق بهذه الأزمة والعراق كفاه حروب حقيقة أتمنى أنه لا ينعكس الصراع الإيراني الأمريكي على الواقع العراقي أن لا يخيم على تفاصيل الوضع العراقي لأننا حقيقة لا نحتاج إلى المزيد من التوترات وأعتقد اليوم أمريكا هي مسؤولة ومعنية بأن تفتح حوارا مع الحكومة العراقية لمعرفة طبيعة ما حصل وعلى الأقل إيقاف هذا التدهور السريع لأنه ليس لصالح العراق وليس لصالح حلفاء العراق وليس لصالح المنطقة ولذلك أعتقد اليوم علينا أن نفكر لنصحة العراق أكثر من أي دولة في العالم لأن القضية الآن تمس واقع العراق